ومتابعين أكيد بصباحنا ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة رح نحكي عن انحراف الوطيرة أديش بتأثر يمكن على التنفس أديش في مضاعفات أيضا بتترافق مع انحراف الوطيرة رح نحكي عن أعراضها وطرق العلاج ومعلومات أكثر مع الدكتور مرها فهنيدي أخصائي إذن أنفحون جرا وجراحة تجميلية صباح الخير دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك يا صباح الخير دكتور خلينا نعرف نوع علمات شو معنات انحراف الوطيرة كثير بنسمع أو بتلاقي كثير من الناس والله صار معي اكتشفت بالصدفة أنه أنا معي انحراف الوطيرة طبيا يعني خلينا نبسط للمشاهدين شو معنات انحراف الوطيرة تمام هلا لنبسط هيك نكون واقعيين هلا احنا مثل ما نعرف الانف هو قسمين قسم خارجي اللي نحنا منشوفه وقسم داخلي اللي نحنا منسميه جوف الانف هلا جوف الانف هو مقسوم لقسمين ايمن وايسر واسطة حاجز الانفي هالحاجز الانفي هو اسمه الوطيرة هذا الوطيرة المفروض هو يكون على المنتصف في النص يعني هو بيعمل قسمين متساوين ايمن وايسر مرات بيكون منحرف منسميه انحراف الوطيرة تماما دكتور خلينا هيك نتعرف يعني شو هو يعني اي شي بيظهر على اي حدا عنده انحراف الوطيرة تغييرات صوت اعراض مثلا اعراض خلينا نحكي عن حالات تنفس يوجد اعراض مرافقة لانحراف الوطيرة بجوز لا يكون يعني مشتلئ او بيعرف انه انه عنده انحراف الوطيرة ولكن في اعراض لازم نضوئ عليها تمام لليك ممكن للعالم يعني احنا بنحكي اذا الوطيرة لازم tumس بل منتصف اكيد ممكن العالم عند الوطرة والمنتصف ولكن الالعالم بيحاجد عمل جراحي او هو بيعرف انه هو عنده انحراف الوطيرة في كتير مرضا نحن منكشفهم بالصطفة يعني هو بالصطفة بنعرف انه في عنده انحراف وترا هلا ليش هيك بصير بصير انه حسب درجة الانحراف يعني فيه انحراف وترا بيكون بسيط فيه انحراف وترا بيكون شديد وفيه انحراف وترا بيكون متوسط ما نزاعج المريض وايام بيكون زاعج المريض هلا العراض اللي بينتبهل المريض اللي هو بيجي فيها ل عنا يعني هي مسلا بتتكون من رعاف في ERP lament see what i mean i mean i mean i'm not reaja زيادة عن اللزوم مثلا أو جفاف مثلاً بالأنف بالجهة المسدودة ممكن صداع ممكن التهاب جيوب هذا الشيء كله يخلي المريض أو لازم يعني يخلي المريض هو يستشير الطبيب وبالفحص الطبيعي بالعيادة يعني نحن ممكن نقيم له إذا هو عنده يعني انحراف وتيرة ولا لا طيب دكتور خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية انحراف لو تيرة هل نقول ولادة ولا ولا ممكن ممكن جداً حالة طبية ممكن جداً هلا السبب الأشياء هي رضية نحن منسميها كلمة رضية كمان هيك لنكون أبسط هي يعني الناجمة مثلاً عن ضربة معينة قد تكون مثلاً حادث سير قد تكون ضربة بالأيام الحياتية العادية ممكن تكون ولادية وممكن تكون وراسية كلمة وراسية يعني الطفل قبل ما يخلق فهو عنده انحراف فترة طابعة للوراسة أو لجينات وراسية وكلمة ولادية يعني ممكن الطفل أثناء الولادة يصير شيء مثلاً مع يعني مع الطبيب اللي هو المسؤول عن عمليات الولادة فممكن مثلاً يعكل ضربة معينة الطفل أول ما يخلق فصير عنده انحراف فترة تماماً دكتور خلينا نحكي عن العلاج الدوائي وهل فوراً نحنا من روح العمل الجراحي ولا لا فيه منعطي مهلة ووقت وشو هي الحالات اللي بتروح بالدواء وشو هي الحالات اللي لازم لجينات بصراحة نحنا وقت نحكي عواترة فنحنا عم نحكي على حاجز غضروفي عظمي من حرف فهو عمل جراحي مية بالمية يعني ما فيه دواء ممكن هو يصلح لنا هذا الشي تمام بس بدنا يكون التشخيص صح يعني بصراحة في يعني بتصير انه بكون التشخيص غلط نحنا لازم نعرف انه هاد المريض هو عنده انحراف فترة هي اللي مسببت له هالعارض هو بحاجة عمل جراحي ولا هو عنده التهاب انحنا كلمة انحراف فترة هو بحاجة لعملية اسمه تقويم وترة كلمة تقويم وترة انو انتي تصلحي له هيصير على المنتصف تمام طيب كتير من اسمع انه هو عمل انحراف الوترة وبعد شهرين ثلاثة رجع لنفس الأراض هون الغلط ومن العملية المفروض يعني انو الغلط ومن العملية تشخيص بيكون التشخيص هو غالبا هو مو يستبق فنحنا ما لازم انخربت نحنا كتشخيص بين انحراف الوترة وبين التهاب لانف التحسسي التهاب لانف التحسسي علاجه دوائي مو جراحي انحراف الوترة علاجه جراحي مانو دوائي فهون بقى بتصير هالشكاليات الخربطة خلينا نحكي كمان بسمع يعني غير الانحراف الوترة الامراض اكثر شيوعا مثلا بيلك معي جيوب او ناميات خلينا نعرف شو الاختلاف بين الجيوب والناميات كيف تكون تشخيص؟ هلأ بنيح اللي سألتني هالسؤال ان انا بدي يعني بدي نوح على شغلة كثير انا هيك بيقلبي حابب الله الناميات غير القرينات صحيح تمام القرينات هي اللي بالانف هي اللي بتصير عند الكبار الناميات هي بالبلعوم الانفي خلف ورا نحنا ما منتشوفها بالرؤية بالفحص ما منتشوفها للناميات هي بدي صورة اشعة هي عند الاطفال هي عند الاثناشر سنة تلتاشر سنة بتدمر يعني اليوم انا ما مو مقبول مثلا تجي مثلا صبية او شب بعمر مثلا من العشرين وعشرين سنة تقول لي انا عن ديناميات هذول اسم القرينات فنحنا لازم نتفرق نتفرق بين الاثنين فاذا اصدق بين القرينات وبين الجيوب فانحراف الوترة هو ممكن اساسا يسبب التهاب جيوب كأحد مضاعفات ليش؟ لانو انت عندك الجيوب هي بتصرف بفتحاتها بتصرف على الانف طب انت وتيكون عندك كسر به الانف او هالوترة من حرفة فانت كتير ممكن انو ينسد عندك هالجيب اللي عم بيصرف صير في عندك التهاب جيوب والفكرة هون اذا التشخيص متل ما عم بيقول لك صار هون احنا معنا بحاجة نفوت عالجيوب نحنا بس من صلح الوترة والحاله الجيب بصير بصرف اه لحاله بيزبط مئة بالمئة دكتور يعني في حلول تانية صارت غير الجراحة وهو الليزر عم نسمع بعمليات تجميل الانف بالليزر تقويم الانحراف بالليزر اه ما عمنا نتهم كتير دك اعترض التزميل اه عمنا نتهمون كتير ولكن هل هالشي فينا يعني فيها المريضة او المريض دي حت ثقتوا بالطبيب انو في تقويم ليزر للوتيرة؟ طبعا فيه؟ طبعا فيه نجاح؟ طبعا فيه نجاح طبعا فيه نجاح طبعا ادي صر له موجود وكيف بتتم الالية؟ نجاحه مية بالمية مثل نجاح العملية؟ مية بالمية خلينا نحكي عنه لك هلا هو يعني امر مطروح هذا مانو شي جديد اكي يعني ما بعرف ليش يمكن هلا عم ينحكي عنه زيادة عن جزوم بس نحنا بنعمله برات نعمل مريض الليزر هو ما بعرف اساسا انو عاملين الليزر هو موضوع مانو ابدا يعني صعب وناجح طبعا يعني مانو هلا عم نحكي عن انحراف الوتيرة تبهمو على تجميل لا عم نحكي عن تقويم الانحراف تمام بيصير بالليزر ونتاجه جيدة جدا يعني حتى اخف كدمات ووزمات ونزف بعد العملية يعني يعني ما بيتم فتح الانف حتى بالحتى بالجراحة ما بيتم فتح الانف بالكامل بالكامل يعني نادر يعني بدا يكون انحراف شديد جدا لحتى نحنا نفتح الانف الكامل لنصلحه عرفتها لي كيف؟ عادة بيكون يعني بتكون عملية انحراف الوترة هي قطب داخلية من جوا الانف ونحنا نسميها خيوط ليزرية او منتصة يعني ما في ضاعي دكتوري في كل القطاب بتدوب لحالة وبتدوب لحالة يعني وبتمشي العملية نادر جدا ما نفتح الانفن برا غير اذا كان انحراف شديد جدا يعني ظاهر لبرا الانحراف في انحراف وسط وقليل وشديد جدا ايه مية مية وعفكرة يعني اغلب المرضى اللي عندن انحراف بسيط هني ما عنون بحاجة تعمل جراحي وحتى الشديد على فكرة يعني انا لزيدك معلومة حتى المريض اللي بيكون عنده انحراف شديد اذا ما عنو مسبب له اعراض هذا لا يتطلب يعني انا حتى كتير بقول لمرضى لمرضاي انو انت بتقرر العملية مو انا يعني انت من دايق من العراض لنساوي العملية ولا لا انا بتأخلم انا شفت انحراف بس هو عمل لك اعراض عمل لك اعراض لنفوت نعمله طيب دكتور خلينا نحكي كمان خلال معالجة اذا فينا نقول الناميات والخرنيات عن طليق الليزر فينا كمان يتم المعالجة والا المعالجة تكون مختلفة كورينات مو الناميات الكورينات ايه الناميات الناميات لا يعني هون عنا لسه لا ما فينا لانه الناميات هو طفل نحنا مثل ما ذكرنا انه هو يعني 95% من المرضى طبع الناميات هن اطفال فهون نحنا من اعتمد على التجريف شي اسمه تجريف طبعا عملية بسيطة جدا يعني تاخد يمكن من دقيقتين لخمس دقائق بس تحت التهدير لنعم نعم دكتور يعني دائما بعد اي عملية لايفستايل كله بده يتغير في اهتمام خاص في امور او يمكن باول ستة شهور شوي بدنا ندير بالنا طيب بانحراف الوثيرة شو بدنا ندير بالناميات شو بدنا ندير بالنا وبأي عملية بالانفحك خلينا نعطي نصائح شو بدنا ندير بالنا هلا ما فينا نقول بأي عملية لانه كل عملية الى الشي لا ولكن خلينا نعطي كل عملية شو هيك اكتر شين بس انا كمان بدي إليك شغلة قبل ما جابي الوقت انحنا نعمل انحراف وطرة هذا ما بيغير على شكل الانف اكيد لانه يعني منسمع كتير مثلا انه عملت انحراف وطرة صار امسي ريترو سيصار هاي الحجة بقى هلا نتحارب كتير صحيح فهي الحجة يعني صارت مرفوضة الحراف الوطرة ما بيغير من شكل الانف إلي غير اذا عم بقى لك كان شديد جدا يعني فممكن يتغير ان هو بيت صلاة يعني في الاطراط يعني لازم نستخدمها نرجع لهي طبعا هلا في دكات نحنا منحطهم غالبا هدول مفروض ينقاموا تاني نهار او بعد بيومين حسب ما الطبيب بيقرر بيقرر في شي اسمه صفايح نحنا منحطها بعد الوطرة عجق يعني بعد العملية عجق بين مشان تضل اخذه انه التقويم الصح متنجبيرة شوي ايه من جوه ايه ايه هي بده تاخد تقريبا من اسبوع لعشرة ايام فيه اطراطنا يستخدمون هي اطراط مرتبة وبالاضافة الادوية طبعا اللي اي عمل جراحي مثلا ادوية التهاب وضاد وزمة مسكين والأمور طبعا من النبي المريض اهم شي ما يأكل ضربة جديدة عنفه يعني مطالع وبتصير صحيح يعني بيطلع من العملية بعد بسعتين نرجع العملية افتشو ايه اكيد بدنا نتشكرك الدكتور مرهف هنيدي اخصى اي اذن انف حنجرة على وجودك معنا مع المعلومات اللي حكينا عنا اليوم شكرا كتير لك شكرا كتير لك شكرا كتير لك دكتور برمضان كريم